موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في دقائق اخبارية اختتم نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي و الوفد المرافق له مشاركته في اعمال قمة المناخ المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو والتقى الدكتور العليمي و القى الدكتور العليمي كلمة اليمن امام القمة استعرض خلال الاثار السلبية للتغيرات المناخية على اليمن بما في ذلك الاضرار ناجمة على عصير المدارية والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والتي تضاعف منها شاشة الموارد البيئية والاقتصادية في البلاد كما شارك العليمي في عدد من الفعاليات الجانبية والموائد المستديرة من بينها جلسات حول التحول الى الطاقة المتجددة وتمكين التمويل المناخي كما اعلن اطلاق المرنامج الوطني لتمويل المناخي تعزيز الاستجابة للتحديات المناخية في اليمن بحضور ممثلين من المنظمات الدولية وممثلين القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص اقدم عنصر حوثي على اشعال النيران في جسدي بميدان السبعين بالعاصمة الصناع احتجاجا على نهب قيادي حوثي لأرضه وتداول النشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام العنصر الحوثي الذي يدعى عبدالغير الرازح باشعال النار في جسدي احتجاجا على نهب ارض اسطي من قبل ما تسمى بهيئة الهوقاف التابعة للميليشيا التي رأسها عبدالمجيد الحوثي وتمكن الحاضرون من اخماد النيران وانقاذه من الموت لكنه وصيب بحروق كما اظهر الفيديو وتعكس الحادثة حالة السخط والغلايان في الوساطة الاجتماعية بما فيهم الموالون للميليشيا جراء عمليات النهب المنظمة لممتلكاته من قبل قيادات الميليشيا وتمالس قيادات وعناصر الميليشيا عمليات النهب وسط المسلح على اراضي الدولة وعقرات المواطنين بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ عشر سنوات زارت قيادة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظة المهر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة زين عبدين علي خودم وخلال الزيارة التي شارك فيها عدد من قيادات المكتب التنفيذي للاصلاح قال رئيس المكتب السلام السقاف ان هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الحزب تعزيز علاقاته مع شركاء العمل السياسي كحزب المؤتمر والمكونات السياسية بالمحافظة واضح السقاف ان المهر اليوم بحاجة لرص الصفوف وتعزيز العمل السياسي المشترك لتفويت الفرصة على كل الاعداء الذين يسعون للنيل منها ودع السقاف الاحزاب كافة الى وحدة الصف وتوطيد علاقاتها مع المكونات السياسية والاجتماعية ومساندة السلطة المحلية في تحسين جودة الخدمات التي شهدت تراجعا خلال الفترة الاخيرة من جانبي رحل رئيس فرح حزب المؤتمر الشعبي العام بالمهرة زين عبدين علي خودم بهذه الزيارة واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز علاقات الاحزاب والمكونات السياسية مشيدا بدول الاصلاح في تبني مثل هذه المبادرات الهدفة للحفاظ على الحياة السياسية وحالة التناغم بين الاحزاب التي تتميز بها المهرة عن غيرها كثفت الاجهزة الامنية من حملاتها الميدانية لمطاردة عصابات التهريب وترويج المخدرات في المديريات الغربية بمحافظة المهرة وسط اشهادات مجتمعية بهذه التحركات الهدفة لتخفيف منابع هذه الافة الخطيرة يبرز تهريب المخدرات كتحدي كبير امام رجال الامن في مواجهة العصابات التي وسعت انشطتها في بعض المديريات وقد اودت الاشتباكات الاخيرة بمقتل جنديا من قوات النجدة فتصعيد عصابة مرويجية المخدرات جاءت بالتزامن مع زيارة مدير امن المحافظة للمديريات الغربية وتكثيف الحملات الامنية لضرب اوكارها والقضاء عليها وتجفيف منابع التهريب امن المديريات والمشآت والامن الخاص وشرط الدوريات وكل وحدات الامنية والوحدة الجنائية والتحريات ومكافة المخدرات والكل بذن الله تعالى يد وحده وقلبه واحد ورجل واحد دمنا دمه واحد واخونا هذا الشهيدة نصر الله انني يتكبله ويغفر الله وسكنه في السح جناته واني يصرب اهل الصبر والسلوان ان شاء الله تعالى وكل هذه كلنا الى طريق الموت مني يستشهد يكتب الله سبحانك شهادة على الحق تحركات حظيت بترحيب مجتمعيا واسع لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على المحافظة وسط مطالبات بافتتاح المزيد من اقسام الشرطة في بعض المناطق لانهاء الاختلالات وتعزيز العمل الامنية نطالب بمركز في مركز عتام مركز الشرطة يكون تابع للمنطقة والمديرية ونكون مع بعض ويتعاونوا مع بعضهم علشان اذا صار في حادثة وفي حوادث هنا او مشاكل وتابع المخدرات لا عاد الروح بعيد يكون موجود عندنا ونحن نطالب هذا من قبل فترة كان طالبنا عندكم والان جددنا الطلب مرة ثانية تحديات تستدعي من المكونات السياسية والاجتماعية مساندة دور الاجهزة الامنية والتعاون معها لضمان نجاح حملاتها وضبط المطلوبين للحد من انتشارها وحماية الشرائخ المجتمعية من هذه الافة الخطيرة احمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة تواصل جامعة المهرة اقامة الفعاليات العلمية للرفع من كفاءة كوادرها وطلابها بهدف تحسين جودة التعليم ومخرجات الجامعة بما يتناسب مع احتياجات السوق العمل بعد قرابة عامين من تأسيسها تحاول جامعة المهرة تقاوز كل التحديات وتسعى قدما لوضع رؤية مستقبلية للارتقاء بالتعليم الاكاديمية وكان اسبوع الجودة الذي نظمه مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة هو الخطوة الاولى نحو تلبية تطلعات الطلاب وخلق بيئة تعليمية تسهم في رفع كفاءات كوادرها بحيث تكون قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل إقامة الجامعة الأسبوع الجودة الأول في الجامعة من أجل مراجعة الجوانب الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي نراجع المنظومة التعليمية بشكل عام في جامعتنا فتم إقامة سبوع الجودة الأول في جامعة المهرة وبحضور خبير في قضايا الاعتماد الأكاديمي سواء كان المؤسسي أو البرامجي ونشكر الأخوة في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعة المهرة على حسن الإعداد والترتيب فعاليات استمرت أربعة أيام متتالية تخلى لها عدد من الورش والعروض بهدف نشر ثقافة الجودة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مساندة مثل هذه الجهود وضمان استمرارها وعكس مخرجاتها على أرض الواقع مخرجات أسبوع الجودة وهي الخروج بخطة تنفيذية لكل جهة للجامعات، للكليات، للمراكز، لنيابة شؤون الطلاب، نيابة شؤون الأكاديمية، نيابة شؤون الدراسات العليا كل جهة من هذه الجهات سوف تعدوا خطة تنفيذية بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية متعلقة بالرؤية والأهداف والرسالة بالرؤية والرسالة والأهداف لكل هذه الجهات سواء كانت تحديثا أو كانت إعدادا للجهات التي ليست فيها رؤية ورسالة وأهداف معدة سابقا وبالتوازي مع هذه الفعاليات، ثمت مطالبات للحكومة من قبل الطلاب بتوفير حرم جامعي يجمع الكليات بدلا من حالة الشتات التي قد تنعكس تداعياتها على مستقبلهم التعليمي بالإضافة إلى افتتاح أقسام جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة افتتح وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الربو مفتاح ومعه مدير عام مشروع التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور فضل قحطان ونائب مدير مكتب التربية والتعليم محافظة مارب عبد العزيز الباكري افتتحوا مدرسة الفردوس الأساسية للبنات بمديرية مارب المدينة وتتكون المدرسة البالغ كلفتها الإجمالية 64 ألف دولار أمريكي من 6 فصول دراسية مع إدارة ومرافق خدمية وكذا الوكيل مفتاح أن ملف التعليم في مقدمة الملفات التي تريها السلطة المحلية باعتبار التعليم جبهة مهمة في المعركة الوطنية التي يخضها الشعب اليمني وشرعيته من أجل قضاء على خرافات الميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بذلك أدعو الأخوة في المنظمات الوكالة اليمنية للتنمية الدولية أن يسعوا إلى توسع لا زال المكان بحاجة إلى استكمال إدارة للمدرسة واستكمال الأثاث المتطلب لمعالجة التعليم وأقصد بالأثاث المتطلب لمعالجة التعليم الأجهزة الحديثة معامل الكمبيوتر والمعامل الأخرى التي تساعد الطالب على التحفيز في التعليم دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبيح بالعاصمة الموقع تعادل اليوم فعاليات حملة تعزيز صحة الأم والوليد التي يرفضها قطع السكان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكد وزير الصحة أهمية الحملة في الحد من وفيات الأمهات التي لا زالت أرقامها تسجل أعلى معدل في الوطن العربي مشيران إلى أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية الموجهة للأم والطفل لكنها تجابه بضعف الطلب عليها وأوضح الدكتور بحيبيح بأن الحملة تأتي لإعطاء رسائل توعوية شاملة لإجراء اقتبارات ما قبل الزواج للتجنب كثير من أمراض لافتة لكيفية تنظيم الزيارات المتتابعة والتوعية بمخاطر الحمل والعادات التغذوية وأخذ لقاح الكزاز والرضاعة الطبيعية والتباعد بين الولادات والكشف المبكر عن سلطان الثادي ودعا الوزير الصحة إلى أهمية الاتمام بأخذ لقاحات الأطفال في المراكز الصحية وهي متوفرة وأمنة ومجانية وتعمل على تحصين صحة الأطفال تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي تستمر حتى الـ 21 من نوفمبر الجاري في 13 مديرية بمحافظتي عدن وتعز اختتم المهرجان الخامس للتراث والفنون في شبوى بعد ثلاثة أيام من احتفالات التي تضمنت عروضا توثق أصلة وتنوع التراث الشبواني وتميز المهرجان برقصات بعروض لمورثات المنطقة بما في ذلك أدوات المطبق التقليدية واستعراض نقودا قديمة عدل مئات السنين بالإضافة إلى مجسمات تاريخية متنوعة اختتم المهرجان الخامس للتراث والفنون في محافظة شبوى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بأجواء احتفالية مميزة تخللتها عروض توثق أصالة التراث الشبواني وتفاصيله الغنية هذا المعرض يحمل كل الموروث الشعبي وتراثنا القديم وهو يجمع بين الماضي والحاضر وفي هذا المعرض يعرف الأجياء للحاضر ماضيهم الجميل وما يحمله الماضي الجميل من موروث الشعبي شهد المهرجان خلال أيام هي رقصات شعبية ألهابت حماس الجمهور وعكست التنوع الثقافي للمنطقة بينما خصص اليوم الأخير لاستعراض الموروث الشعبي العريق حيث أقيمت عروض للأدوات الكديمة المستخدمة في المطبخ الشبواني إلى جانب تقديم أشهر الأكلات التقليدية المحببة في المحافظة كما تم عرض مجموعة نادرة من النقول الكديمة التي تعود لمئات السنين لتكشف عن جانب من تاريخ شبوة الاقتصادي أو نعرف الأجياء القادمة عن العملات مملكة حضرموت مملكة كتبان هذه الممالك التي أقيمت في شبوة يتجاوز بعض العملات عمرها ثلاثة ألف وخمسمة سنة واحتضن المعرض مجسمات تاريخية تعكس حضارة شبوة وتراثها العريقة إلى جانب أسلحة تقليدية وزي نسائي شعبي يعبر عن أصالة المجتمع الشبواني وخصص المهرجان مساحة لإبداعات المصورين والرسامين التشكيليين الذين عرضوا أعمالهم المتميزة مضيفين بذلك بعداً فنياً للمناسبة طبعاً كانت مشاركتي لهذا العام عبارة عن مقسم يحوي على التراث الشبواني القديم وحياة البداوة في شبوة كالبناية القديمة زي ما تشوفوا وأيضاً البير النخي القمل وأيضاً الخيمة التي كانت أيقونة في هذا المعرض طبعاً يعد المهرجان فرصة لتعزز الثقافة الشعبية وأحياء التراث بين الأجيال ومؤكد أن شبوة ما زالت تنبض بروح الفن والتراث العريق يهدف المهرجان إلى إحياء تراث شبوة وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخها الذي قامت على أرضه ثلاث ممالك عظيمة ما يعزز الارتباط بين الماضي المجيد والحاضر المشرق في مشهد يجسد الفخر بالهوية والتراث دشرت وكيل محافظة تعز الشئون الصحية الدكتورة أبلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عبد الرحمن أحمد صالح الصبري حملة تعزيز صحة الأم والوليد في مستشفى المضفة للأمومة والطفولة بمدينة تعز وتستهدف الحملة التي حضرها مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدن خمسة مديريات في تعز بالإضافة إلى جميع مديريات محافظة عدن وتستمر حتى الـ 21 من الشهر الجاري الحملة تم تنظيمها من قبل قطاع السكان بوزارة الصحة العامة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وتقليل معدلات الوفيات طبعا ما مشك هذه الحملات تتبناء على مؤشرات الصحية تأتي دايما الحملات هي للتقليل والحد من نسبة الوفيات وهناك أيضا مؤشر كان لأوجود في محافظة تعز وخلال الحصائيات المرفوعة إلى الوزارة وإلى القطاع المقتص أنه زادت حارة الوفيات في صف الأمهات والمواليد ولهذا ستكون هذه الحملات من الحملات التي تقلل من نسبة الوفيات في صف الأم والمواليد ونتمنى أيضا ومن خلالكم ناشد كميع المواطنين والمؤثري في المجتمع من خطبة ومدرسين أن يكونوا مع فرقنا الذي لأنهي الآن بدأنا وانطلقت وسيكون هذه الحملة بالفرق من منزل إلى منزل إضافة إلى هناك فرق ثابتة ستقدم التوعية الكاملة والخدمات المتكاملة للأم وإن شاء الله هناك حملات قادمة بهذه التقرية انطلاق تقرية جديدة سيعزز أيضا حملات أخرى نتمنى من الجميع التعاون مع القطاع الصحي ومع فرق القطاع الصحي في الميدان لنحقق الحملة هدفه الرئيسي تنطلق اليوم الحملة حملة تعزيز صحة الأم والوليد التي ستنطلق بخمس مديريات من مديريات محافظة الطعز هذه الحملة تستهدف قرابة 117 ألف امرأة في سنة الإنجاب والهدف منها هو تعزيز صحة الأم والتقليل من نسبة الإصابة بالمخاطر الأمهات وتقليل الوفيات التي ربما تعاني منها الأمهات في سنة الإنجاب لذلك نتوقع دعوة إلى جميع الأخوة المواطنين في جميع المديرات المستادفة إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة وأيضا تسهيل عمل الفرق الميداني الذي انطلقت اليوم من أجل تحقيق هذه الحملة لجميع أهدافها التي تهدف إلى تحقيق التنمية الصحية الشاملة والحد من شهر الأمراض وتقليل الوفيات انتهت دقائق إخبارية نلتقيكم في دقائق إخبارية قادمة بما شئت الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة